موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 تعرف على جدول الامتحانات الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 طبعا هذا الموعد يهم الناس كثير جدا لأنه أسر مصرية كثير مهتمية بهذا الأمر بعدما أعلنت وزاة ربعو التعليم أن امتحانات الشهادة العادية في مواعيدها تصارع الطلاب بالبحث عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترمي الثاني 2021 يتعرف على الأيام المتبقية قبل الامتحان الخاص بهم بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن السيد الدكتور طارق شوقي أنه لا حزف من المناهج مثلما طالب أولياء الأمور ليكونوا مثل الإعدادية الأزهرية حيث أعلن شيخ الأزهر الشريف أن امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراس الثاني سيكون في منهج شهرين مارس وأبريل فقط على أن يكون شهر مايو للإطلاع فقط لكن قد تعارض الدكتور طارق شوقي وقال أن الطلاب ما زال أمامه متسع من الوقت ليتمكنوا من الانتهاء من منهج الفصل الدراس الثاني بأكمله ومراجعة المناهج أيضا ومن المقرر أن تكون امتحانات الصف الثالث الإعدادي في ظل إجراءات احترازية مشددة خوفا على الطلاب من تفشي الفيروس بينهم ومؤخرا قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترمي الساني 2021 والجدير بالذكرى أن الامتحان الحالي لشهادة الإعدادية سيتم احتساب 280 درجة كاملين من خلاله وذلك بعد عدم احتساب درجات الامتحان المجمع الخاص بالفصل الدراسي الأول ومن المقرر أن يبدأ الامتحان في بداية شهر يونيو وفي لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة ومعقمة ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترمي الثاني 2021 ليتمكن الطلاب من التعرف على الموعد المحدد الذي سيتم به إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021 على أن يتم أداء الامتحان في ظل إجراءات احترازية مشددة خاصة في ظل انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وقد جاء الجدول كالتالي طبعا الجدول اللي قدامنا يا شباب هو جدول لمحافظة الشرقية عشان بس تخلي بالكم وما تظنوش أنه هو خاص بكل محافظات الجمهورية لكن طبعا جدول المحافظات الأخرى أكيد هيكون قريب إلى حد كبير من هذا الجدول الخاص بمحافظة الشرقية أعتمن لكم جميعا النجاح والتوفيق والتفوق ودلوقتي يا شباب ننتقل للخبر المهم جدا 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 والمهم لكل شباب الجامعات خلوكم معانا واسمعوا الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات في المرحلة الجامعية أهلا بيكم جميعا في فيديو النهاردة أهلا بيكم جميعا في قناتنا قناة مستر محمد السيد أونلاين نتشرف دائما بكم على قناتنا يريد يا جماعة لأول مرة يسمعنا أو يشوفنا يشارك به القناة ويفعل الجرس حتى يصلوا منا كل جديد بإذن الله وكل أخبار التعليم في مصر التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي أخبارنا النهاردة أخبار جديدة لسه صدرة النهاردة على لسان السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلي بالكم من الخبر المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل ويعلن موعد امتحانات نهاية العام استعدوا يا شباب خلاص الامتحانات بقت علي الأبواب ما فيش وقت نضيعوا وكفاية بقى كسل ونتوكل على الله في الفترة البسيطة القادمة وبإذن الله تكلل جهودكم كلها بالنجاح والتوفيق وتنتقلوا للصف التالي بإذن الله على خير السيد الدكتور خالد عبد الغفار بيصرح وبيقول بدء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال يونيو وانتهاؤها مع بداية يوليو هذا الخبر يا جماعة صادر عن المصري اليوم بتاريخ النهاردة الخميس 6 مايو 2021 يعني الخبر يا جماعة زي ما بيقولوا خبر فريش والآن مع الخبر بالتفصيل اجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد ظهر اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 كما وجه السيدة الوزير الجامعات ببدء اعداد جداو الامتحانات نهاية العام الدراسي بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات واعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي واعداد كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التذيس والعاملين من خلال منع تكدس الطلاب درجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة امكانات الجامعات في اجراء الامتحانات بكامل الانضباط يعني يا جماعة دلوقتي الخبر بقى واضح وضوح الشمس في وسط النهار وفي السياق ذاته اكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الالكتروني الانلاين في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي وفي السياق ذاته اكد المجلس على اعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية لتقليل عدد مرات حضورهم الى الحد الادنى الذي يسمح باتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج وكده جماعة يكون المجلس الاعلى للجامعات برئاسة دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي كده خلاص حسم الجدل واعلن موعد الامتحانات النهائي موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 يلا شباب شده لكم ربنا معاكم وربنا وفقكم خلاص بقى مفيش وقت نضيعه ربنا يصل لكم الامور ويبارك لكم في الوقت المتبقي معلش انتوا هتعاوب في الفترة اللي جاية لكن باذن الله اللي هيتعب باذن الله هيلاقي نتيجة تعبه وان الله سبحانه وتعالى لا يضيعه اجر من احسن عمل طبعا يا جماعة كل الطلبة والطالبات الجامعيين مستائين جدا جدا من الخبر دوت وما كانوش عاملين حسابهم خالص على ان الامتحانات تكون بدري اوي اوي كده كانوا عاملين حسابهم طبعا على اول سبعة على الاقل على الاقل تقدير فطبعا الخبر ده اعتبر صاندق بالنسبة لهم فهم بيتمنوا اعادة النظر في هذا القرار لكن هنقول يمكن خير والله اعلى معاوش فيه بكرة يا حسن ان شاء الله مع العلم يا جماعة ان في طلبة بيقولوا ازاي نمتحن الامتحانات في وقته قريب كده واحنا اصلا لسه نتيجة الترميل اولاني ما طلعتش عندنا ولا ظهرت ولا نعرف اي حاجة عندها بصراحة الولاد والبنات مستقين جدا جدا لهذا الامر اتمنى ان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي او تسمعنا ياريت لو لست مشترك في القناة ياريت يعني تدعمنا بالاشراك بالقناة والضغط على جرس تنبيهات حتى يصلك منا كل جديد كل فيديوهاتنا ان شاء الله الخاصة بالتعليم في مصر ياريت برضو نعمل شير للفيديو نعمل لايك للفيديو كنوع من الدعم ربنا يستطيعكم الحال ويوفاكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته دمتم في رعاية الله وامنه